واتكلمنا في إدارة الأوقات الزواجية عن تحديد الأولويات وبعد كده الإدارة المشتركة للأوقات وبعد كده الأوقات الخاصة والغاية ما وصلنا في رقم خمسة إلى التواصل الجيد وقلنا ضروري جدا 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 إن إحنا عشان نقدر نجدول إن إحنا نقدر نجدول أوقاتنا لازم يكون عندنا التواصل دائم عن كل شيء عن التحديات وعن كل ده ولذلك رسول الله صلى الله كان بيشاور أمهات المؤمنين وانتوا فاكرين إن رسول الله صلى الله حتى في حوار مع ستنا مسلمة كيف أنتج هذا فرج عن رسول الله وعن سائر المسلمين بالتشاور والحوار رقم ستة بقى كان شيء مهم جدا جدا عندنا لازم نتكلم عليه وإحنا بنتكلم في مسألة إحنا وبنتكلم في مهارة إدارة الأوقات الزواجية رقم ستة عندنا إن إحنا نستفيد من التكنولوجيا وده عامل مساعد جدا جدا صحيح في ناس أسرفه في استخدامه لكن ممكن يساعدنا جدا جدا في جدوالة أوقاتنا إن إحنا يبقى عندنا جدوال ومذكرات تذكرنا بأهمية بعض الأوقات عندنا وإن إحنا نستخدم التطبيقات والأدوات التكنولوجية في تنظيمه ونستخدم التقويم والمهام بيننا بشكل متزن وشكل مهم الأجازات والاسترخاء والراحة من الضروري جدا إن إحنا طول الوقت نخطط لوقت الأجازات ومنسبهاش تيجي علينا كده فنرتبك ومنبقى عندنا اختلاف في الأراء لا لازم يكون لها إدارة نستغلها وأوقات الأجازات عندنا هي جزء من حياتنا مش جزء للهروب من الحياة ونعمل فيها قيم إضافية بنضيفها في أوقاتنا وتبقى محطوطة على جدواننا مش الحكومة بس هي اللي بتعمل الجدوى للأجازات إحنا كمان لازم نخطط له تخطيط محترم يعمل أشياء إضافية ويزيد الروابط الاجتماعية بيننا رقم 8 وده شيء مهم جدا جدا جمان لازم نهتم به بشكل صحيح لازم نخصص أوقات للامتنان والتأدير متبادل لازم الامتنان والتأدير يكون مباشرة بعد الفعل ما ننتظرش محدش يأجل فلازم نتعلم أن احنا أهم الأوقات اللي عندنا اللازم نحترمها أوقات الامتنان الأوقات اللي بتغذينا وتجعلنا نسمر أكتر وتجعلنا أكثر جمالا وأكثر تألقا وأكثر نظارة هي أوقات الامتنان والتأدير ولذلك رسول الله يقول له من أحب الناس إليك يقول عائشة يبقى لازم يكون عندنا أوقات للامتنان حضرة النبي يقول لا تحدثوني عن عائشة فإنه لا يأتي للوحي إلا وأنا في حجرها رقم تسعة لازم يكون عندنا وجود تصور ووقت للتناصح والمساعدة أوقات بيغفر الزكين عن أهمية التناصح وتقديم المساعدة أو بيقوموا ما بيهتموش بيها ولا يعطوها أدنى تفكير أنهم يخصصوا لها وقت مهم جدا 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 لازم لو أجلنا النصيحة لكن لازم يبقى لها وقت ولازم نختار الوقت المناسب لها ولازم نتكلم عنها وفي خطأ أن بعض الناس بتترجم النصيحة على أنه تسلط أو تكسير مأديف وبعض شركاء الحياة بيخافوا من النصيحة بالعكس النصيحة لما تكون مصاغة بشكل صحيح بتكون مدد وتكون دعم وتكون كمان تقدم للمستقبل يا سادة احنا بلا شك المهارة دي محتاجة مننا جهد كبير جدا 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 ومحتاجة أن احنا نكون وعيين وخاصة في آخر خطوة وإحنا بنحدد أوقات في الأعمال ونقسم المسؤوليات بنا تقسيم الأعمال والمسؤوليات شيء مهم جدا وده اللي بيخلي المهام ما تاخدش أكتر من وقتها وما تستنزفش تقطنا لكن بيخلينا كمان نقلل الخلاف بنا لأنه بيبقى ملحوظ جدا جدا الناس اللي بيخططه بيقل الخلاف بينهم بشكل كبير جدا 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 يا سادة المهارة اللي احنا عشناها النهاردة وتكلمنا فيها هي مهارة في غاية الرواها وفي غاية الأهمية فلازم نخصص أوقات للمهام والمسؤوليات ولما ده بيتوزع بنعيش مع بعض في أفضل وقت مهارة إضاءة الأوقات الزوجية تتطلب بنا أن احنا نتفاهم تفاهم متبادل وأن تواصل فعال وكمان بتطلب مننا قدرة على التخطيط والتنظيم عشان نحقق التوازن ما بين ما هو مشترك وما بين ما هو خاص لكن تبقى شيء مهم جدا جدا في هذه المهارة إن بدونها الإنسان يحس بأن هو بيسلم منه أهم ما في الحياة الزوجية وهي أن يزوق طعم الأشياء وأن يعرف غايتها لأن الغايات دي مش هتعرف الواحد يزوقها ولا يعرفها إلا لما يكون مخطط لها تخطيط صحيح وده يظهر لما ندير الأوقات الزوجية ونضع كل شيء في النصاب يا رب نهمنا القدرة على إن احنا نخطط هذه الأوقات ونبقى كل ساعة من ساعات الزواج وسع 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 وهنا يا رب سعدنا بإن احنا نكون قادرين على إدارة حياتنا الزوجية ترجمة نانسي قنقر